ماذا يفعلون؟ في هذا الفيديو قررت أن أرسم بحر أو شط في معلقة صحة سوف نبدأ الآن يبدأ أحدد مكان الأمواج ومكان السماء وأبدأ أن ألون السماء واحدة واحدة من فوق تبقى أغمق قليلا ونزل تبقى أفتح وأفتح هناك أثناء الأشياء التي أحبها في البحر أن هناك قلبان كثير قوي وممكن أن أستخدم كل البلتة التي قدامكم لأن أرسم بحر مع أن معظمه في الآخر يكون رايح نحية الأخضر والأزرق ولكن كل الألوان يمكن أن تستخدم فيه يكون هناك اختلافات بسيطة قوي لا تبقى ولكن عندما نضعها جنب بعض تبقى أكثر من البحر اللون البني البسيط الذي قمت بها لكي أبتدت الرملة بان ونصيحة مهمة متخيل للناس كثيرة يمكن أن يكون لديها هذه المشكلة وأنا كنت عندي هذه المشكلة قبل هذا بعد فترة كبيرة فترة كبيرة عندما ترسموا رغاو البحر حاولوا أنكم لا تمشون أيديكم في خط مستقيم يعني لو أخذين بالكم أنا أحرك دائماً الفرشة يمين أو شمال ما ينفعش نهاية تبقى ثبتة لأنها تبقى ثبتة بتدي الإحاء أنها كأنها مرسومة فوق البحر والسبب أن هي بتتحرك يمين أو شمال لكي يوجد أمواج حتى لو إحنا مش باينة بنسبالنا هي بيكون فيه أمواج صغيرة جداً نعطي إحاء بسيط أن هناك حواء وهنا سأستخدم السكينة لكي يوجد حتة من الرغاوي ستبقى عكس النور الشمس أقوى قليلاً يا ريت تكون الرسمة أعجبتكم و لو أريد أن ترى الفيديوهات الثانية بالشكل اعجبوا لكي اشتركوا وشاركوا و سأراكم إن شاء الله في الرسمة الجادة